موسيقى وسنذكر بعض ما يتعلق بالطوسي وابن العلقمي إضافة للخليفة العباسي وهولاكو ثم عندنا إشارة إلى المؤامرة وأصل المؤامرة وحقيقة المؤامرة أو ما يرجع إلى مؤامرة أو المؤامرة وللتذكير أقول أن ابن العلقمي كباقي الرموز الفاسدة في الدولة والسلطة والخلافة البغدادية الفاسدة فلا فرق بين ابن العلقمي والمستعصم وابن الجوزي والدويدار وغيرهم فكلهم غارق في الفساد والإفساد والكلام في نقاط النقطة الأولى الطوسي قلنا ونكرر يعني بعض الأمور بعض المعاني تكون متداخلة فممكن جمع المعنى المراد أو التأكيد على المعنى أو التوسع في المعنى أو التفريع في المعنى ممكن أخذ هذه التفريعات هذه الإضافات هذه التأكيدات من موارد أخرى في البحث ومن البحث وأيضا لتداخل المعاني فإننا أيضا سنجد ووجدتم أيضا خلال البحث بأننا نكرر بعض المعاني خلال البحث إذن عندي النقطة الأولى الطوسي المورد الأول في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر في صفحة 249 ثم دخلت سنة 57 وستمائة سنة ستمائة وسبعة وخمسين هجري قال ابن كثير وفيها عمل الخواجة نصير الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة ونقل إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد وعمل دار حكمه ورتب فيها فلاسفة التفجي جيدا وعمل دار حكمه ورتب فيها فلاسفة ورتب لكل واحد في اليوم والليلة ثلاثة دراهم التفجي جيدا عندما يقول فلاسفة هنا عندما يكون الحديث كما قلنا في العقل وفي الفلسفة فلا وجود للمذهبية والطائفية في المقام فلا يوجد عند العقل والعقلاء وعند الفلاسفة لا يوجد فرق بين الفيلسوف السني أو الفيلسوف الشيعي وعمل دار حكمه ورتب فيها فلاسفة ورتب لكل واحد في اليوم والليلة ثلاثة دراهم ودار طب أيضا أسس دار طب عمل دار طب ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان لاحظ هذا هو شأن الفلسفة والفلاسفة والعقل والعقلاء أما شأن التيمية والدواعش وأبي التيمية هو عمل معامل المفخخات والتفجير والعبوات الناسفة هذا هو عملهم لاحظ هذا أين وهذا أين ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم أي عمل مدرسة ولكل فقيه فيها في اليوم درهم أيضا كما قلنا لا فرق بين السني والشيعي لا فرق بين الحنفي والمالكي والحنفي والحمبل والمالكي والشافعي لا فرق بين الجميع وأيضا عمل دار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم ولا فرق بين محدث ومحدث من هذه الطائفة أو من تلك الطائفة من هذا المذهب أو من ذاك المذهب إذن نسجل هذا التنبيه نقول فلسفة حكمة وعقل إذن عندي فلسفة وحكمة وعقل احترام العلم والعلماء وإن خالفها وهذا هو منهج الحكمة الربانية التي أنعم الله تعالى بها على أولياء الصالحين قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ففي لقمان قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة وفي داود قال تعالى واذكر عبدنا داود وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وفي منهج العقل الكامل والحكمة التامة الحقيقية والحقيقة المحمدية القدسية قال تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة تابعي للحكمة اشتركوا في القناة